مرحبا بالجميع في هذا المقطع نشرح كيفية فرمتة او اعادة ضبط المصنع لهاتف ايفون 15 برو ماكس او هواتف ايفون بصفة عامة تقريب جميع الهواتف في الايفون نفس الطريقة في البداية نتوجه الى الاعدادات نمرر ونضغط على عام ثم نقوم بالتمرير الى الاسفل ثم نضغط على نقل او اعادة تعيين هنا سوف يظهر لك الخيارين الاول هو اعادة تعيين الاعدادات والعودة بالهاتف الى الاعدادات الافتراضية بدون مسح البيانات مثل صور وغير ذلك اما الخيار الثاني وهو مسح جميع المحتويات والاعدادات يعني اعادة ضبط المصنع بالكامل للهاتف عند الضغط على مسح جميع المحتويات والاعدادات سوف يظهر لك هذه النافذة سيؤدي المسح الى تجليل الخروج من الابل اي دي وازالة البيانات الشخصية حتى يمكنك تبديل هذا الايفون او اهدائه بامانة في حال كنت موافق على الفرماطا او على ضبط المصنع تضغط متابعة ثم هنا في هذه المرحلة سوف تظهر لك خيار مسح الايفون طبعا تظهر لك نافذة اخرى هل ترغب بالتأكيد في مسح جميع الوسائة والمحتويات والاعدادات لا يمكن التراجع عن هذا الاجراء عند الضغط على مسح الايفون سوف يتم اعادة فرمطة الهاتف بالكامل ولا يمكن العودة او التراجع عن هذا الاجراءة وسوف يتم اعادة تشغيل الهاتف في وضع المصنع ترجمة نانسي قنقر